ومازلنا في أخبار الطقس الأمريكية حيث يكافح رجال الإطفاء العديد من حرائق الغابات سريعة الانتشار في ولاية تكسس وأعلن حكم الولاية حالة الكوارث في 60 مقاطعة في الولاية لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق الحرجة بسرعة في مناطق في تكسس هدوة تهدد الحرائق في شمال الولاية المناطق المأفولة بالسكان التي كان لابد من إخلائها ووفقا لتقارير إعلامية أتلف الحريق الذي ينتشر بسرعة أكثر من 780 كم مربعا من الأراضي في غضون 24 ساعة